اختتمت القمة الأمنية الثامنة عشر حوار المنام أعمالها بمشاركة واسعة تجاوزت أربعمائة مشارك من مختلف دول العالم نعم ذلك عبر تمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين حيث يعد حوار المنام القمة الأمنية الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم المساعر الرامية إلى تحقيق السلام ورفض مسارات التنمية والازدهار في المنطقة والعالم بنجاح لافت اختتمت أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأمن الإقليمي حوار المنام ألفين واثنين وعشرين بمشاركة كبيرة تجاوزت أربعمائة مشارك من مختلف دول العالم عبر تمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين لتعكس هذه المشاركة الفاعلة حرص جميع الأطراف على الوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة مختلف التحديات بما يصب في مسار تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم القمة الأمنية الأولى في الشرق الأوسط فتحت الباب على مصر عيح لمناقشة ملفات غاية في الأهمية عبر جلساتها التي امتدت على مدار ثلاثة أيام كان أبرزها ما يتعلق بتأثير النزاعات خارج المنطقة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومناقشة المبادرات الرامية إلى حل النزاعات الإقليمية والدولية فيما اختتم المؤتمر جلساته بموضوع الشراكات الأمنية الجديدة في المنطقة حوار المنامة وفر أرضية خصبة لطرح التحديات الأكثر الحاحن والوصول لمخرجات من شأنها أن تسهم في تحقيق ما تتطلع إليه شعوب العالم والمنطقة من نمو وتقدم وسلام وفي وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة استطاعت المنامة توفير منصة دبلوماسية استراتيجية تؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز الأمن والازدهار الدوليين في ظل السياسة الخارجية الحكيمة لجلالة الملك المعظم يده الله ورعاه والدعم لا محدود من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فمملكة البحرين بفضل الفكر النير لقادتها ستظل ملتقا للسلام الذي تنشده شعوب العالم كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر